اعتبر مليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اعتبر أن التقارب بين إيران وروسيا وخصوصا على المستوى العسكري أمر مقلق للغاية وأشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا فقال اتحاد الأوروبي على فرض صقف سعري على الديزل الروسي بواقع 100 دولار للبرميل قالت وكالة بلومبرغ في وقت سابق أن مجموعة الدول السابعة اقترحت تحديد الصقف عند مستوى أعلى قليلا لأن السعر المتدني كثيرا للديزل قد يتسبب في قفزة في أسعار الوقود أو انقطاعات في أوروبا